موسيقى على الخير دوما نلتقيكم وأسعدنا وجودكم معنا متابعي قناة القيامة وكلنا أمل بأن تجدوا في برامجنا ما يسعدكم وعيطي بخاطركم اليوم سوف نتعرف عن قرب على قضاء عنكاوا تاريخيا وحاضرا الآن ضيفنا الأستاذ النائب فاروق حنى عدو عضو البرلمان العراقي ومؤسس متحف التراث السرياني وصاحب مجسم عنكاوا الطيني الموجود في متحف التراث السرياني ومؤلف لعدد من كتب تتعلق بتاريخ عنكاوا وصاحب مئات من المقالات وأحد أبناء بلدة عنكاوا في هذا اللقاء حنستخدم اللغة العرامية اللهجة الكلدانية ويا بشينة طواثة برابي فاروق حنى عدتو بشينة بقووخن بشينة بقناة القيامة وكلو آني فلافة ودامج منوخن أنا ديو كبيرة بصيخين تذهبا نقلو قرياتا ونقلو قوم نديد كيبوخ لقلت عنكاوا الكلو متواثة إبتان خربوثة طالا ربوثة رفضيلا بشينة بقووخن بشينة قاوخن بشينة قاوخن دانا عزبا بس ما قيانوخ استاذ فاروق دشنتا من شمت عنكاوا قد شمت مين بوشاقة دي أثوى تأييت ماثة شمان خن قمدخ ماثب عنكاوا خماثة تقتيلة كبيرة تقتيلة قمرتيلة قاوز زونة قنبلة قلت شمالة أربل بخمشة كيلو متر كماثة أما دا كلو في شيلو مغدادة يعني بياملناخ يعني عنكاوا اللي ضواحد أربيلي شمت عنكاوا إثيالة قاوز أطلس القديم قاوز دار المعارف الإسلامية مادة أربل شمت إنكاوا شمت إنكاوا وشمت عنكاوا إثيالة قاوز صيخ بشكل شكل شخلو بياثة إيثن إثن خا تشيبت رشقورت خا منتقاشة شمت هرمست مشونية لمن آخر يعني ميثيال شاتت تش أمو خمشو أسري يعني قم ألف وإمشن تقريبا شمي هرمستي لها كثيوية لتتأي قاشة مشونية لمن بيناثن من بيت قريثة عمكو يعني آخر ثيالة شمت عمكو إيمن شونية لأربة تشرين قماية بشاتت تش أمو خمشو أسري آخر ثيالة شمت عمكو وكبيرا دكوات أخذتها تيثيلة بشمت عمكو أما تيثيلة بشمت عمكو وعمكابات يعني شمى كلها عمكلة بس آوة وآبات يعني بمثابة مقرية منطقة المأهولة بالسكان كثية دخت أمرو إسلام آبات عمكابات إسلام آبات لجد المام دي آبات يعني إيثن أي في الفترة الفارسية أما في الفترة ما بعد إيغاتا ثيالة الحقبة الكردية قال موضو ثيالة عمكاو آوة من الآوايي يعني المناطق المأهولة بالسكان فثيالة عمكاو بشمد إين كاو ثيالة بشمد عمكابات ثيالة بشمد عمكاو بشمد عمكو عمكاو للسهولة طلف ني خانشها زحمك طلطنكم ما تحول بشلة قلة عمكاو وإيثن إيثن كبيرة اجتهادات خلني كبيرة مديان خلني بس أخني آني الصيغ المستحدثة قاو آني لو شمد عمكاو دق كله دكوات أخني كله دكوات أخني هذا أخي قاود ما تتوات أخني كله شمانه مش أخلو بيله أما آخر بحث آخر بحث كما ود لأخونا كوتر نجيب قاود مصادر الألمانية غزيلي شمد عن كاو بحسب المصادر الألمانية كامر المدينة القرية القديمة والاسم الجديد مقارنة دكواتيلي النفس الخطوط الأرض والطول قاود خرائط دكبالت أي عنك هذا الشمه ملقية شمه ملقية قاود ملقية قاود ملقية شنة قم هويت المشيحة كل التقوص كل التقوص بيش يوا قاوا من ضمنه خأيوما من يوماثة تخرونة منت خأبني سانتريسر يوماثة وديو احتفالي خأيوما من أن يوماثة احتفالي قاود ملقية يوا فأي شمت عنكاوة كل دقواتها مش خلبي مالوك تاريخيا شمت عنكاوة ديخ إثيا بشمان مش خلبي بس كمعنى ديح بوشاقة ديح مين لدها عمكاوة يمكن أخني لتن تفسيرات لأنه لأنه مصادر إيثن قاود تاريخ ليو كبيرة فليبا أمره لأنه خاد حاكي قاود تاريخ قاود تاريخ هاوية الوثيقة اللاوية الوثيقة بيش اجتهادات أخني حاكوه الاجتهادات عمكا أو عمكو بلكن بلكن شمت شخصي بلكن لي شمت شخص بس كبيرة تفسيرات إيثن بلكن شمت شخصي سعد المالح أنا أمحاسي ناشا معروف سعد المالح كامر عمكو أو عمكثي ثيلا من عم مصاغرة عمي لا أي جمت اجتهاد ليه بنوه دخله بلذلك أخني عنكاوة إثيلا في صياغ مختلفة دخل ممر نخيلو حلق ديو أخني دا كامر خلع عنكاوة عنكاوة صيغة هذا أما تفسيرات بالتاريخ ودلت الإثبات وثائق ليه بحاكت استاذ فاروق حنا عدتو نعم كما أعرفنو قاوت عمان دي المتابع قناة القيامة ماري وتكثي وكثوان كبيرة كما حكي التاريخ تشعيثة عنكاوة فآخ المستمسكات كما سيت كثو لو تشعيثة عنكاوة مايكالي أثوى كثوان خن عنكاوة كثو قمدخ طبعا كثو كثو ليه بكاثو من خلمة يعني تيو من جيب يمتغل محكاياتها قراء اعتماد قاوت لت مصادر التاريخية المصادر التاريخية عند اتن أخني عند اتن اتن شواهد في الآثار شواهد اتن قاوت تاريخي يعني قراءت تشعيثة عنكاوة أمروغ أخني ابن أمروغ اتن قصرد عنكاوة طل قصرد عنكاوة وقتن اتن عنكاوة طل قصرد عنكاوة تاريخي بحسب التنقيبات بريلو شات تري أربا تري أربا خمشة تري أربا إشتة تري أربا ثمانية يعني أربا مواسم تنقيبية بريلو قاوت عنكاوة جامعة صلاح الدين بالاتفاق من دائرة الآثار والمنقبين المحروفين تنقيبات ويديلو كشيفيلو تلق صرد عنكاوة خأ من آني تلولي لو من شو قتلو لدقيت غضروان قلعة أربيل وتاريخ عنكاوة قدقر اللي تاريخ قلعة أربيل بحسب الباحث وكاتب التاريخ الدكتور نائل حنون في حكي كامل في زمن القديم لربما في زمن الوركاء وغيرها يثيلو الشؤة الشمان شؤة قلاع شؤة دكواثة موجودين لغضروان قلعة بالتاريخ وقدار النفس التاريخ أدقى قصوري مماليك محميات مات خأمن أنم ديانا آني الشؤة مواقع أثرية قدار نفس شؤة مواقع أثرية موجودة في الوقت أو في التاريخ القريب كله ولهزال بعض خيك ممنو موجود مختلق نجاها مختلق الكمش مخدد عن كاوا ولكن شمان وإثيال في زمن الأكاديم والسومرين بشمان خلبي من شمان دي ده ميران طغيرات إيثن كاوا شمان هذا خيلا بحسب الرقم الطينية رقم الطينية الزيلة تهادخ ليلي بو إيدي شمو بتهادخ أخني ليبن إيدي شمد عن كاوا إيما شمية وقاود آوة تاريخ دتري قاود عن كاوا دخ ما برناخ يعني عن كاوا خأ من شؤ مواقع إلى تاريخ أقضائر تاريخ أربل تاريخ أربل المعروف اللي وتاريخ عن كاوا حسب التنقيبات كما برناخ قاود عن شنة قدار قلت فترة العبيد العبيد يعني ما بعد الطوفان يعني فترة عبيد أربل بو خمش أم شنة قم هي تمشيحا مخر إيقاتا فترة الوركاء طلع فقل بو خمش أم شنة مخر العصور الأخرى الأشورية القديمة والوسطية وعلم عشتيلة قاود أي منطقة دت دت أي تل أي تل قصرة في فترها منقطعة وإيثن فترها لا يعيش ناشا فعلمت عشتيلة قاود سلالة أن يعني فترة دائما مسكونة قاود أي منطقة فأني شواتيل بلى العفو أخني أخني إتن لا بس أي لا بس أي كبيرة مواقع أخمنا إيتن عنكاوا بزونا عنكاوا إلى قضاء عنكاوا قضاء تابع المني أستاذ فاروق ومثواثة إلي خوض رانح من إلي إيكا الموقع دي بالتحديد مناتن بش من بش قطة تاكل شماو خزيان قناة القيامة عنكاوا عنكاوا خميثة كود مات يا ونبلا وخمشة كيلومترة إلي الشمال من أربيل عنكاوا شاتد ألف وتش أمو إشتو خمشي بش لناحية مركز أربيل تابع إليه يوا بش من طلاف أم متواثة كله تابع مركز أربيل يوا تابع تابع ناحية عنكاوا 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 كبيشة كبيشة قاوت يعني أقر أمرو التي قوثة من ضمن حدياب حدياب كله تابع حدياب عنكاوا تابع أي منطقة حدياب عنكاوا مركز ناحية تابع مثواثة لأن مثواثة غضروانا كله مثواثة سراي يوا قمير لقاوت تأريخ وتأريخ كبيرة تيقيتو مثلا قلت شمال الغربي من عنكاوا قنبل مات قزنا قزنا إثي للشمع قاوت تأريخ وخأ منت آني وخاط تأتي وإلا قاوت طريق الحرير قرق فيتي ومنت قزنا وآتي ولت عنكاوا مخر ما فيتي ومنت زاب يعني جزء من الطريق الحرير يوا بيت بناخرت بحرك يوا بحرك بلت يوا اللي طريقة الأرخد ملكة الأرخد ملكة آني آني كله التجار طال أتي ولأنه الطريقين عدة طرق كنت آتي وتأريخيا أما دا عنكاوا إيما وصل ودخلة خأ من الضواحي مدينة أربيل وانتهت يعني ليه بيخو وصف خنية أما عنكاوا تقتا أنا إيه بيوصف إنه كنت أخني آثخوة يعني الطريق الحرير طريق الحرير آثخوة من التركيا ونابل وقاود مناطق كبيرة وآثخوة من منطقة قرقوش وفا بغدادة وفا وقاود كنمليش فا كنمليش آثخوة كالاقاسين آغا فيتي وانمايد كالاقاسين آغا آثخوة عنكاوا فيتي وات أربل وت كاركو كتا بغداد كنت معطي والعنكاوا القرنيث عنكاوا إذ أخني شتخلا قاود مكتب تقتا فايش وتري فرع خفر مكامل والطالت طريق رحلية وآزل وت كاركو ألطون كو كاركو ألطون كو تشقلا أو 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 إيران أو أخن أمري للطريق هاملتون أنا أي وصل إي بي أو نغل عنكاوا كموقع أما موقع الحالي عنكاوا كمنظة واحد في شمال أربيل آمين يا رب آمين يا رب أستاذ فاروق كطبيعة عنكاوا مميزات دي يا ميلا وآتي وتبرد عنكاوا طبيعة عنكاوا ليه منطقة تورانا ليه بطورانا منطقة منطقة سهلية كبرد عنكاوا هو كبرد من برخي وخصب ودائما إنتاج عنكاوا من كل المحاصيل الزراعية وفر إثوال كبيرة وتهادخ فلاحين عنكاوا أمري من أغنى فلاحين من أغنى فلاحين المنطقة وإنتاج وفق الوثائق العثمانية شو متواثة بالرغم من دفع الزكاة لأنه السلطة العثمانية لأنه أغنم شيحا يخوه دفع وزكاة طالوا وبسخاء زكاة طالوا كل من يعني وإنتاج 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 وأحسن المحاصيل الحقلية من الخط ومن الصار ومن الطلوخ ومن الششم ومن كبيرة وحتى من الدوش ومن بر ومن كبيرة من ديان خلنا فإذن أبرد عن كاوا أبرد كبيرة بريخي وكبيرة خاص بيه وإنتاج من ديان خلنا تمام تمام لأنه أخني قاوة قيطة قاوة قيطة قاوة ستوا احتمادوا دخوا اللي متران مترأثي وكبيرة وخير وبركي وكل دكواتا أما قاوة قيطة إثوالا كاريزة إثوالا كاريزة كاريز بل كي ليش متى قاوة كاريزة نضام الكاريز إثهلوا في زمن الملك الأشوري سنحاريب في زمن السنحاريب أنا كاريزة إثوى تريش شكل من ماي خماية جرائية خماية خنة من يعني تحت سطح الأرض مشروعة مشروعة كماوة ملك سنحاريب طال إله عشتار مثيل مايا أنا مجمع الماي تران وماء تران كم ماثيل كم ماثيل كم ماثيل طال قلع خي خنفق إثواب من هولاد إثواب من يعني أنا مايا سطحية كم ماثيل بس نظام خنة نظام الكهاريسي ومي الكهريس كهريس مي لي مايا ديدي مصدر مايا لي أجارية وإنما ينابيع تحت سطح الأرض مياه مغزون تدخي عدد من بيراث نفق إثن كثير بيراث وكاتي طال كاتي طال كدوك ساحل تطلطي تطلطي للسطح الأرض من طام كباشي مايا جراي وغضري أخني إثوانا تريكا ريز بعنكا وخا ريز خنة بينه وبين أرب اليو أمري والد السعيد آغا آية منطقة همش تياه أراث تأبر عنكا بس أتوانا تريكا ريز خمنو دت روم تقط ما وأي مايا سمخ لو من خفرت را كبيرة تقط بس أتوانا كار ريز خنة أتي منت زرقان عنكا زرقان عنكا خطلال زوري لو كبيشي قلت شرق من عنكا شو أبي راثي ومخي وماطي والد منبع وخريث أين فقد اتوى بيناتو طالت وإلت طالت وإلت أرى آثي وطالت بيرات أختاي وبرات ألاي وآثي وطالت أرجلت وطالت صواجان وماخي وقاود عنكا عنكا ومطوق لخيلة منت منت منطقة الشرق والجنوب وتقريبا الغرب عنكا يعني عنكا وماتي وخي لقوس هذا محاط وخشك قلق مايا مرشني والو آزي ونقلي ومايا وماتي ومايا صبي طال بيت واتا فعنكا وزراء ناجح يوى لأنه إثوال ستوى مطر إثوال بقيط اللي آني مايا وفري يوى وتفضلي دم داخل زرت عنكا إثوى بكرمان كرمان كرم قاعد قصدك الكرم إنها تخلى باللغة بالدقة إنويلو ليالا أخلي لا يغموك كرمش لا يغموك كرمش يعني كرم ليش عنكا إثوى وداش كبيرة بيتواتب عنكا وزر دلياثا دلياثا أقصد الدالياد يعني من ضمنه إنو ما إنو عنكا إثوى إثوى بأي من ديانه وإثوى إثوى بحشاتة كبيرة قاعد بحشاتة زريوة كله من ديانه وخاصة معروف ياه قاعد عنكا وزرد خط وصار وإن ديانه وزرد بستنانه زرد بستنانه يعني ترعوز وبطيخ وسندية وآني من ديانه إثوى كبيرة وإثوى بش مخلو دكوات الزرق بس ليه معروف قاعد كرمي كرمي يعني قصدي إثوابا بس ليه ضغط كرمي إشاو دكوات أغنى كبوخ ما إذوخ شمأنوخ زيانا بعمق بش كبيرة القضاء عنكاوة وماتت عنكاوة أموخ سابقا فآخا مهنة ديت ناشط عنكاوة تقميثا ماواوا كأموخ إثوالي حرفة معينة عمّن مشيحايا وعمّن قاوت أطران معراق كأذيوة إن كبير فلان مندي بزالي الماتت عنكاوة تاما إيثن موخ حرفيين قاوت أد مندي أغزي يا مرنخ كل ما تواتها ديتان أخني معروف إخواتها مزارعين فلاحين وناشط كل مزارعين وفلاحوثها وكاوت فلاحوثها زغري وقيط وستو وكل مندي يعني ومضبري وحيوانات حيوانات مضبري والو طبعا إربية وإزية وتراثة وسوس وخمار وفلان وآني مدي يعني إضافة للدواجن يعني من الثياثة ومن الثقاظ ومن المراوية ومن آني مدي يعني إضافة إضافة إيه ومدي بيش إثوى من إيه إثواناش حرفيين مثلا قاوت كل مثوا ديتان وعن كاو جم هادخ إثوانا نقار نقار ما بالخيو نقار بالخيو ودي وفثان ووجرت وودي وأن مدي يان الآن وبحاجة يو إلو إثوانا إضافة إيه إخني عن كاو معروف يو خم نو زقار يو وخم الناش زقار يو ساود دان زقار يو ساوي زقار يو كبير زقار إثوانا قاوت عن ودي وبرمال ودي وجاجم كل مناطق أربيل مثواث غدروان عن كاو اعتماد ودي ولد عن كاو جاجم وبرمال ديد وإثوانا هم هذا حصير من برد يعني أي نبات ضفاف الأنهار حصير عن كاو مبل خيو وطال بي ثواث كل مثواث غدروان وأربيل وغدروان أربيل ودي وغدرو جايخنان وحتى جوامع أربيل حصير عن كاو مبل خيو طال إضافة إضافة لد خمور يعني خمر ومشروبات وآني مديان إضافة لد أعمال يدوية خن آني تلخي والشنياث شنياث كبيرة مديان ودي وزقري ودي وقر ودي وشاروق ودي ودي كبيرة مديان خن آني كلو مات وتي وأخني عن كاو معروف يخو قاو بس قوم مديان كبيرة بيش معروف والله كلو معروف يخو قاو يعني منت بستنان ومنت الزرة دي ومنت جاجم ومنت حصير ومن كل مديان أرب الاحتماعات كبيرة والتي مديان أخني ودخو إذن أستاذ فاروق حنعت عن كاو وبرخت تبقى رحو بناشح أكيد أكيد زي الناشط عن كاو دخو دخ زي جل تراثية ناشط عن كاو اي اي نعم اي انا اي بغاد استفادوا ودد اتي برنامج قاو د قناة العشتار من قدمين يعني تفاصيل الوشت عن كاو الوشت عن كاو كل الوشيات مثوات اخن اثوال خصوصية دي كبيرة كبيرة ناش كامري يعني تصور كودي تدأخني تدأخني الوشيات دي بل كان قريبة للقردائي موضوع لي هذا لي بشكل اخني خصوصية عن كاو بخت بخت لوشاو مقرومة الريشة مقرومة الريشة بخت فارقو من الريشة دراتا الريشة دراتا امري والكسيتا وريشة بخت امري والمقرومة مقرومة خنو خاصية و داري والرشة غدي والأي قطعة ذهبية اللي تكسيتا مخارده داري وغدروانا بسك وكرموك ومديان أني كله عن كواي ما بالخيوة ديوة عن كواي لما بالخيوة سيما لأنه عن كواي اثوالو من خيرة المزارعين وغد منطقة اي مقرومة اثيتوا اللي تلتخ شوق توقبها يوا من خارده اثيتوا تشاروك او بسلمة بسلمة عن كوا نقشتها ونقوشات دي ده اثواب ورموص خاصة اللي شجرة الحياة اللي تكاسو بلاسة اللي كبيرة من ديان خنة اللي كسيت بخت بسلمة بخت هو يوا مهر رطوخ اللي تكمتا بس بصلمة براتا هو رنق رنق قون قون وكسيت براتا عن كوا هو من الشو اكفي ياثا الرشع اضافة اللي بديوا ان كفي ياثا كتخا اثوالو مهر يوا صلي وصلي ويا قون قون يوا شكل شكل من ديان اثوالو ف دري يوا براتا عن كوا اضافة لأي دري ومحل الله محل الله تد وخ من دي آثي ومن آخ هادخ وبخريثة هاي وخ صور طربثة هاي وكل صري اثوالو وصلي بخريثة هاي وخ مغيقون هادخ قاود دبنا آني جل شن ياثا جل تقول تبير عن ما كمرا اخني جل كردي قلوشو اخني جل كردي لقلوشو آنا قد آثي وقاود بتعتقد يرتوث عن كاوا آمر جل كردي كبن أبر نوسي اخني لتن جل كردي اخني اتن كما حتى خيوما خوافد رسمي ثيلا من خال سيناتور ايطالي مير افا جلي كردي افا جلي كردي يعني انا جل كردي لو انا جل كردي مير افا نجلي كردي انا لي جل كردي انا جل ناشد منطق اخني بما انه اخني وصلا اغ قاود منطقة وبشتي قي منطقة كل اثيال الوي شيل كل منطقة ايراني لا كل المناطق جنوب شرق اسيا من افغانستان من تركمانستان من السوريا من لبنان من كات يقولو شي شروال وفضاط من التاق من التاق من التاق عيق فاني لابن امرو غانجل كردي او جل فلان انا جل فلان اخني ايبن امرو غاني جل دينا نيل او اثيال مبطرا الويشو للتقليد الويدي بس لا بأس كل انجلو شخلو كل جل كل نيلو كل مصيخ يقاو الريشا يصروخ جمداني بلي لشان تلناشط عن كاوا ولعزت اية ماثا ميلا شورتي لاب لعزت عن كاوا يعني اخني شورة مو كل اسراي اخني نعتس نعتس طبعا انا من الناشطين قيبي شوري كل داني سرياني شمان يلو اعتس قاو شمان بريخ كل ولكن كل كل دنيا كل علم يعني عند اخت اللغة الانجليزية اللغة العربية اللغة الفلان اللغة الفلان كل اخت لهجات لهجات مختلفة يعني لغة لغة عراق خاصة اشتركوا في القناة